بقولك ايه؟ ما عايزش فيه كلام في الموضوع ده تاني انهائي الوده مش مناسب ليكي واسمعي منهم ما اقولك انا وامك انه هو مش مناسب ليكي لازم تصدقي ما تعدش بقى ايه تتشغل دمارك علينا كل شوية لانا عايزاه انا عايزاه ايه؟ او احنا ملناش كلمة في البدة ولا ايه؟ يا بنت يا بنت لا تتعلمه زيك ولا مستوى المادي زيك ولا مستوى الاجتماعي زينا ولا اي حاجة خالص هتعيش ازاي يا بنت معاه ده هي يا بنت هيأكلك طاقة وطاقة لأ ما ينفعش يا بنت اسمعي الكلام انا وابوكي انا مليش زعوة يا ماما مليش زعوة كل الكلام انت بتقوله ده انا عايزاه خلاص ملكيش زعوة انا حر يا سيد انا هستحمل يا سيد ملكيش زعوة يا حبيبتي انت بصل موضوع بقلبك ما تش بصله بعقلك يا حبيبتي ماهوز زينا خالص وله شبهنا خالص وله شبهك يا حبيبتي ازبري ازبري هجيلك واحد احسن بقى ترفضي وتفسخ خطبتك من الاولاني اللي كان ما شاء الله حسب ونسب وجاه ومال وحاجة يعني تشرف وجاية تبصل ده يا بنت ده شتان ما بين ده وابين ده يا بنت حرام عليك يا حرام عليك انت بتعلم كده ليه في نفسك بقولك ايه انا واشتكلم ترف الموضوع ده اعقلي بنت كده وفاهميها بص يا ماما تتعرفي بابا انا موافقة عليه وبعلينا ده حاجة خاصة بيا انا اللي اقول موافقة ولا مش موافقة مش انتوا على فكر انا اللي هعيش معاه وانا موافقة عليه وعايزاه ما انت شايف يا بوكا هو يا بنت محكم دماغه وقال لأ خلاص مش عايزين بقى مشاكل يا بنت واجع دماغ وبعلينا هو تقدم قبل كده وحنا رفضناه من شغلانا يعني المفروض يخلى عنده ريحة الدم يعني وخلاص بقى معادش يتقدم شفتي اتقدم لي كذا مرة متمسك بيا وبيحبيني وانا بصراحة عاجب نتمسكه بيا انا يا ماما عايزة اخد اللي بيحبيني قوي ده انا عايزة يا ماما لو سمحت تكلم بابا حيبت احنا اكبر منك وعندنا خبرة وبقى ان اسنين يا حيبت شايفين الوضع عامل ازاي والدنيا ماشي ازاي والمنظر الوال احمد ده لا هيعرف يفتح بيت ولا هيعرف يدفع مصاريف وبقى اني حيبت مهوش بتاع شغل انا راضي بيا ماما وعايزة كلم بابا لو سمحت وخلاصي الموضوع ده بقى ربنا يسهل بقى يا سهيلة لما نشوف الموضوع ده الو ايوة يا عامل يا عامل عايزة تكلم اخوك كده بابا يعني وتقول له ان انا بوفق على العريس ده اه اكلمه يا عامل اكلمه لو سمحت اه هو تقدمه اكتر من ثلاث مرات وكل مرة يرفضوه وانا شايفة بصراحة ان ساعات هتبقى معاه اه لو سمحت اكلمه لو سمحت يا عامل ماشي يا عامل انا اعتبر ده وعد منك مع السلام مع السلام يا رب بقى يقدر اكنا يا عامل ده هتفضل في عيني والله يا سهيلة وحاول ان شاء الله باذن الله عايشها نفس المستوى اللي انتو عايشين وان شاء الله باذن الله انا زي ما اتفقتي معاك ان شاء الله باذن الله بتاعتها يبقى في العمارة بتاعتنا هي لها دور زي ما اخواتها برضو كل واحد فيهم له دور وتعيشوا معنا يعني عشان برضو الواحد يبقى منطمن عليك وماله عامل والله العظيم يعني حاجة اتشرف بيها وماله حاضر ماشي مش مشكلة تمام وانت برضو لسه في بداية حياتكو يعني والاجار بالنسبة لك هيبقى عبق كبير ان شاء الله باذن الله انت شايف يعني المستوى اللي هي عايشة فيه اتمنى انت تعايشة في نفس المستوى يعني وتاخد بالك منها ويعني مش هقولك بقى مش هوصلك على بنتي طبعا طبعا يا عامل ده انا والله العظيم مش قادر اقولك يعني انا مبسوط قد ايه ماشي بحكاة اتفقنا على كل حاجة الفرح والدخلة بقى ان شاء الله باذن الله بكرا باذن الله مبروك مبروك يا عروسة الله يبارك فيك يا بابا ايه يا حاجة قلت له على شاء ان احنا جاهزناها يعني وكده ويسكنوا فيها معانا ايه يا ست قلت له قلت له وخلاص خلصت كل حاجة الحمد لله بعد كاد بالكتاب بكرا بقى ان شاء الله باذن الله الفرح بقى والدخلة وخلاص عشان بنتك بس ترتاح لكن انا انا والله العظيمة عمر ما كنت وفع على واحد زي ده ابدا خلاص بقى اي حك مش عايزين عاكنان ده بكرا الفرح ان شاء الله باذن الله وعايزين نفرح بالبنت كده ان شاء الله ان شاء الله استنى يا حمد استنى انت رايح فين يعني هروح فين يعني رايح الشغل يا ست يعني هروح فين بقولك الولا سخنه وتعبان ولازم نوديله الدكتور عشان اتطمن عليه لا 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 بقولك ايه فكك مني انا مشاوري الدكاترة والحاجات دي انا مليش تقولي على الموضوع دي خد حد من اخواتك او شوف ابوك يعني ييجي معاك انا مش فاضي اروح تشوف اي حد من اخواتك ولا ابوك يلا سلام عليكم يعني ايه يعني مش انت ابوك وانا اروح اجيب بابا هو اللي ييجي معايا ولا حد من اخواتك الصبان يوصلني مش انت ابوك ما فوت تيجو وتتطمن عليه بقولك ايه هو انت مش جيت وتعلي معايا وتيت لا مش فاضي خلاص بقى اخلصنا شوف حد من اخواتك ولا ابوك يروح معاك مش قضية يعني يلا صاموا عليكم اللي شوف كده يقول ده الشغل مقطع بعضه والبيت ما شاء الله مليانة الطلبات كلها موجودة والفريزر مليانة والتلاجة مليانة ما يعرفوش اللي فيها ما روح اشوف بابا يجي معايا ودي الولد ده للدكتور وخلاص احمد احمد ايه ايه يا سهيلة فيه ايه بتصحني ليه كده الساعة تمانية الصبح ما تقوم يلا عشان تودر عيلي المدارس لا لا انا مش قادر انا جسم كله مقصر انا حتى بفكر ما رحش للشغل النهارده بقولك ايه 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 اكلمي ابوك والاخوك ياخدوا العيال يودهم المدرسة يعني انت عايزنا روح اصحي بابا ولا حد من اخوات الصبيان هم اللي يودوا لعيال المدرسة وانت قاعد كده نايم يعني مش عايز تقوم ويه المشكلة يعني ابوكي بيصحى بدر وينزل للشغل بتاعه خلي ياخد العالف في ايده كده يوديهم ويعني تعبان في حاجة اه يعني ابويا مش تعبان في حاجة وانت يعني اللي تعبان ده انت مبرح ما زلتش الشغلة اصلا وان رحت في حت وبدو تقعد في البيت قعد على الموبال بتاعك وانت تعبان في ايه استغفى الله العظيم يا فتح يا عليمي رزايا كريم ما تقفلنش بقى عالصبح بقى ما ما تخليش الواحد بقى يتعقني كده والزربنا من صباحات ربنا كده من البدر كده لا على ايه خليك كل حاجة بطلبها منك كل حاجة اخواتك منطق باباك مش فاهمة انت بصراحة يعني دورك ايه معايا في البيت انا مش فاهمة ان شاء الله عنك ما فهمت ما تقرفنش بقى ما العظيم ده انت اللي تقرف بلد ايتني سمعت كلام ام وابويا ما كنتش فافيت عليك اصلا ايه ايه في ايه عم ما تنتصل عليك كل شوية وشوية قلتيل انا جاهلك انا محتاجك في الموضوع المهم خير في ايه خير خير يعني ان شاء الله انت عارفة الديون اللي كانت علي ايام الخطوبة انا مكنتش بخب عليك حاجة صراحة وكنت بحكي لك كل حاجة يعني وفيه بيننا وضوح وفيه بيننا صراحة اه وانا بصراحة اليومين دول الدنيا قزمت معايا خالص والمحل بدأ يشطب ومش عارف اجيب بضاعة ومش عارف اعمل اي حاجة ايه انت كنت حكيلي بس انت المفروض ان انت سددتها يعني خلاص ومعطش عليك اي حاجة انا كنت فاكر كده يعني بس طالوا علي يعني شكات وحاجات كده ووصلات امانة كنت ناسيهم خالص والمفروض انا سددهم يا اما تحبس انا محتاج اخد الدهب بتاعك يعني بس من غير ما تقولي لامك وابوك اه عشان مش عايزهم يعرفه عشان ما قلش يعني في نظرهم بس الدهب اللي انت جايبهولي انا بيعته في اول الجواز الدهب اللي معادي الوقت ده بتاع بابا هو اللي شارهولي هياما كنا مسافرين برا انا مش هاكل عليك يعني الدهب وانت عارفاني في الموضوع دي انا حقاني ما بحبش اخد حاجة مش حكتي يعني بس انت يعني شايفة دي الحال ومصاريف العيال ويعني احنا بقالنا مع بعض بتاع 8 سنين اهو يعني اه اه في جنبي يعني وسنين دي جوزك طبعا انا عمل ايه ما الدنيا ضيقة خالص وما فيش بيع ولا فيش شراء طبعا اعمل ايه واجب بضعة من ايه وبعدين كمان الشيك اللي علي ده انا محتاج ان انا اسد فلوس وان شاء الله قول ما ربنا هيعوضني هجيب لي الغيره طبعا يعني وانت عما طلبت مني السنة اللي فاتت قلت لي باع عربيتك وان شاء الله هنجيب عربية احدث واجمل وما جبناش اي حاجة وبعتها وانت خدت فلوس وقلت لي اصل الدنيا ما فيش ونفسي كلامة انت قلتولي ده دلوقت ودلوقت عايش تاخد مني الدهب اللي حلت اللي معاتش معايا غيره طبعا انا عامل ايه واجب منين بعد كده انا معاتش عبق معايا اي حاجة خالص ان شاء الله وانا بقولك اما ربنا رزقنا اجيب لي الغيره ان شاء الله ومش خليك يعلم من غير الدهب ماشي يا احمد حاضر اجيب لك الدهب وبيعه يا سيدي وسدد الديون اللي عليك بس يا ريت خلصنا من ديون دي بقى اللي ما بتخلص ابدا هو دايما كده الزوجة الاصيلة بتاقب جنب جوزة وانت زوجة اصيلة ماشي يا سيدي اعود اتحك علي بالكلماتين دول واخد الفلوس ومعاتش اشوف اي حاجة تانية خالص لا والله فعلا انت فعلا زوجة اصيلة بس اه غصبا عني اعمل ايه بقولك ايه هو انا كده ومش هتغير عجبك عجبك مش عجبك ان شاء الله عنه ما عجبك هو انت مفكرة نفسك ايه اه تشتري انها ياختي بفلوسك مفكرة ان انت يعني عشان اصرفت كم مرة يعني على البيت خلاص عملت المحدش عمله حرام عليك يا اخي حرام عليك انا اللي ازهقت قصما بالله انا تعبت الولى منه هو عنده خمس سنين هو انت جبت له كابت وجبت له حالة نفسية ولما خدته رحت لفت بيه عشان عمله بتاع رسم مخ وليف بيه على الدكاترة النفسيين انت كنت فان كنت قاعد ماسك موبايلك عمال تلعب عليه وتتكلم مع اصحابك وتتفرج على الصور على الفيس ولا كنت في دماغك خالص ابنك انا اللي خدته اعدت الف بيه اعدت شهور الف بيه وهو تعبان وانت ولا انت هنا اه ده انت عايز انا سيب بقى مصالحة وشغلي واجعوا الجنبك بقى وليف معك على الدكاترة دكاترة نفسيين ايه واجع دماغ ايه عادي الولى يعني عادي ما فيش في اي حاجة انت بس نمكبر المواضيع ومضخمة الدنيا ومشى ورا كلامهم اتوابوك ان الولى تعبان اه كذب كمان الدكاترة اقول ان الدكاترة كمان ما يفهموش وان انت طبعا اللي بتفهم وعارف كل حاجة وان احنا ننزلين في اي دلع وخلاص اه ده كلهم قالوا ابنك تعبان نفسية وكلهم طلبوا رسمه مخه وروحت عملته له وعادت الفي بيه عادي كثرة مدة شهور عشان يتحسنوا بقى كويس بسبب الكابتو والقرف ان انت ما بيبهون عليك ولا مرة تخرجنا ولا تخرج الولى ولا تحسسوا بحبك ولا اهتمامك مفيش ورانا غير الخناءات والمشاكل خلال الخمستاشر سنة دي ما عدى يوم من غير ما نتخانئ فيه يا اخي عشان انت ست نكادية وغاوية نكد ومشاكل انا عمره ما حد من اهل اتدخل الى اذا انت اللي رحت ودخلته في الموضوع غير كده ما فيش حد بيتدخل انت اللي صوتك بيبقى عالو ويسمع امت لا اله الا الله وبعد انت عمرك ما تحملت مسئولية والله العظيم انا من يوم ما تجوزتك وانت مشايني حملك ائني راجل وست في نفس الوقت ما انك موجود معانا دايما مش فاضي دايما اي يعني دايما ودي اخواتك دايما خلى ابوك انزل معاك امك تنزل معاك رح لشوفي عمرك عمرك ما نزلت ولا شلت هم اي حد من عيالك انا فعلا جبت اخر ومعادتش قادرة انا خلاص طلعني يا اخي انا خلاص معادتش قادرة على عشها دي انا تعبت تعبت بجد والله العظيم انا تعبت بتمنى الايام ترجعتاني يا ماما الورا واقول لا مش موافقة عالجواز ياريتني سمعت كلامك انت وبابا بعد ايه بقى يا بنت بعد 15 سنة من عمرك والعائل ما شاء الله واحد في ابتدائي والتانية في اعدادي خلاص دي عالكيبر يا حيبت وماليش لازمة التلام ده بقى خلاص اعمل بايه بس يا ماما من غلبي والله العظيم من غلبي انا تعبت وقف جنبه وبسعده والله ما خلت على جهد جهد اي مبدور الرجل والست في البيت وهو موجود يعني هو حتى مش مسافر اقوله عشان مسافر لأ ده هو موجود وقاعد بس مش عايز يعمل اي حاجة كل حاجة راميها علي وعليكم وهم يعملهم خلوهم يودوهم كل حاجة كل حاجة لغير ان انا بعت كل حاجة كل الدهب خده وباعه وصرفه حتى عربيتي قال لي هجيب لك واحد احدثني بعديت وقعد يعمل فيلم كده ورواية وانا صدقت وبيعت العربية ومعادش اي حاجة معاي ها معاي ايه حتى الشقة اللي بابا سايبها لنا وقعدين فيها ومبيدفعش فيها ولا جنيه ومهوش عاجبه ياريته عاجبه حاجة لقل ايه انا لسبب المشاكل والخلافات اه يلا ارتاحي اهو طلائك وخلاص خلان نخلص بقى من الفيلم بتاعه ده وصفحه بتتقفل وانا كل ما اقول كده لقى العلعة ماني عيطه جنبي يا ماما وليه لا ما تسيبش يا ماما بابا عايزين نرجع تاني بيتنا احنا مش مبسوطين هنا عايزين نروح بيتنا تاني ونعيش معاك انتو الاتنين اه ما عادش عارف اعمل ايه يا ماما والله ما نعارف اعمل ايه تاني هنعد نفس الكلام تاني ما قلتلك يا بنتي بس بقى ايه يا بنتي عامل ايه واخبارك ايه اه يا بابا الحمد لله ماشي الحال اه طليق كان عند النهارده وبيقوله ان هو عايز رجعك انتو العيال وان هو هيتعدل وهيصرف على البيت وهيشوف مسئوليات وكلام تاني اللي انت عارفاهم دول اما هو العيال يا بابا برضو عايزين يرجعوا وعامين يضغطوا علي يا بنتي جمد قلبك شوية عليه ما يبقاش قلبك رهيف كده كل ما اقول كلمة والتاني طيب وحاضر وعايزة ترجعوا وتاخد العيال وترجعي تاني انت يا بنتي انت ست الخمسوشهر السنة اللي انت عادت وقلتلي عنيتي فيهم قد ايه بس عشان تبيتفاهمة يعني يا سهيل اللي حصل كده حاجات كتيرة انت ما كانش عندك بها علم لان جوزك ما شاء الله محترف زي ما يكون محترف نص بكده لف على واحد واحد فينا راح لفوكي متحت وقال له انا محتاج فلوس واستلف منه خمسطاشر الف وراح لاختك راح لاختك برضو من وراك وكلكم وقال لها برضو عايزة عشرة تلاف واستلف منها عشرة تلاف وجاء للمحال واستلف مني برضو خمسة وعشرين الف وانا اديته عشان خطرك انت والعيال انت بتقول ايه يا بابا ايه المبلغ دوك ولاه واخدها امتى وازاي يعني وتدتوله ليه واخد مني برضو بتاع تلاتين الف بس انا بصراحة يعني هو جالي وقال لي معلش وغزبنا عني ومصاري في البيت وياريت ما حدش يعرف ونفس الكلام يظهر قاله برضو لكل واحد فين واخد من كل واحد فين مبلغ قد كده وكل واحد كان يروح لي وقوله التاني ما يعرفش ومحدش يعرف وخليه سر ما بيننا لكن بصراحة يعني انت جيت وقعدت معنا والطلقت اهو وانت اقول لك بقى وكل حاجة تبقى معروفة يعني عشان المفروض هو واجب علينا هو يسد الفلوس اللي عليه دي ما يبقاش يعني نصب علينا وفكر نفسه زكي ايوة ايوة طبعا المفروض يسد الفلوس اللي عليه امال ايه هينصب عليكو كمان مش كفاية اخد كل اللي حلتي يا بنت الرجل ده مش كويس اياك اتفكر ترجعي له تاني الرجل اللي من النوع ده ما ملوش امان يا بنت جزك دوت ولا زفت طليق ده ما ملوش امان خليك عايشة يا بنت معنا هنا في البيت وعيالك ومصارفهم وحاجتهم انا مسؤول منها وانا اجيبها لهم هو ما انا بقى لي يجي الشهر ونص هو قاعدة معاك هو يعني حاول ان هو يبعت فلوس ولا حاول يعمل اي حاجة ما بقعدش ولا جنيه ولا صرف على اي حد من عياله لازر ان العيال كل شوية يا ماما عايزيني نشوف بابا يا ماما عايزيني نشوف بابا ويرحوله ويعودوا معاه هناك في المحل العالى نفسيتهم تعبانة خالص وانتوا عارفين ان ابني كان تعبان ونفسيته تعبانة وانا بصراحة صعبان علي صعبان علي قوي العيال عاملين كل يوم يا عياتو اقول يا ماما نفسينا نرجع تاني البيت ونعاش مع بعض وانا بصراحة بفكر يعني ان انا رجع له تاني تاني يا بنتي تاني يا بنتي بلاش الرجل ده يا بنتي خليك عايش معانا معززة مكرمة ايه لو نقصك يعني يا بنتي مالوش امان والله معلش يا بابا انا اسفة يعني عشان خطر عيالي عيالي صعبانين علي ونفسهم يرجعوا البيت وانتوا عارفين ابني يعني يا حسام كان تعبان نفسيا فترة طويلة وكنت بجري بيه على الدكات النفسيين النفسيين النفسيات هتترجع تاني يعني يا بابا تتعب بعد اذنك انت ومام انا موافق ان انا هرجع له تاني انت حرة يا بنتي انت معتت الزغيرة انت كبرتي وتقدر تحكموا الامور وانت ما شاء الله الوقت معاك عيالين وكبر من الزغيرين انت حرة وحرت نفسك لكن انا هو ابوك للمرة التانية بنقولك ان احنا محناش موافقين على رجل ده بلاشه خليك يا بنت عايشة معانا والعلب تشوفه وخلاص وبلاش ترجعينه انا اسف والله وانا عارف ان انا غلطان وانا هحلفتلك على المصحف ان انا هرجع زي الاول واحسن من الاول كمان وهشتغل هشتغل وابتدي من الصفر بس عايزك بس توقف جنبي وتساعدين وانا صدقتك ورجعت عشان خطر العيال الى عالك ان نفسهم اترابوا ما بينه وما بينك وانا ما كنتش حبة بصراحة يبقى فيه انفصال بس انت اللي اضطرتني ان انا اعمل معاك كده وبعدين كمان انا سمع كلام من عندك من اهلك قال ايه ان انا خلصت فلوسك وبعد ما خلصت فلوسك سبتك هو ايه هما مش اخدم بالهم ان انا اللي اتصرفها وبعت كل حاجة ومعادش عندي اي حاجة خالص هما اهلك مصدقين الكلام ده ازاي يعني مالكش دعوة بيهم يا ست يقولوا اللي يقولوه اهم حاجة بس انا وانت وبعدين انا نوت يعني ان شاء الله بإذن الله احنا نسيب بقى الشقة بتاعت ابوكي دي وانا هأجر شقة بر انا بصراحة بقى عايزة بتدي من صفر ولا حد بقى الاخر علي عادي ماشي مش مشكل طالما ننوي وان شاء الله بإذن الله نوي فعلا تهتمي بنا وبالعيال وعايز تبتدي من صفر انا كمان هقف جنبك وساعدك وهستحمل معاك وماشي يا سيد انا ما عنديش اي مشكل يبقى كده اتفقنا الحمد لله انا هدور على الشقة كده ان شاء الله بيزن اكون بعيدة بقى عن اهلك ومنطك وباباك والافلامنات ديك ونبتدي فيها ان شاء الله ماشي ماشي انا هنزل انا بقى اروح الشغل بتاعي ماشي ربنا يعينك اتلم بابا بقى عليكم ان احنا هنسيب الشقة هنا عشان لو حبي ياخدها ولا حاجة الو ازايك يا بابا ازايك يا سهيلا يا بنت عامل ايه وجوزك عامل معاك ايه الحمد لله يا حبيبي انا كنت متصلة بك يعني بس عشان استأزمك ان احنا هنسيب الشقة ان شاء الله بإذن الله ووحمد هيدور بقى على شقة برا يقدرها يعني ليه يا بنتي ليه تسيبوها ازاي يا بنتي وجوزك لسه يبتدي من الصفر وما معكوش اي حاجة والإيجار هيبقى غالي هتدفعه إيجار ولا كهرباء ولا مية ولا هتشوفه مدرس العيال ودروس العيال يا بنتي ما تخليك يعادة في الشقة ما تطلعش منها ما تسمعاش كلامه اه ويعني يا بابا قال لي يعني هو يبتدي بداية جديدة وعايز يبتدي من الاول وعايز نبقى في مكان بعيد يعني فانا قلت له طيب يعني مش مش مشكلة عمتا يا بنتي انا كنت قال انا عليك وخايف من المصاريف الكتيرة مش هتقدروا تسده هنا ولا هنا ولا هنا كان نفسي تخليك يعادة في البيت وتقول له لأ وتخليك يعادة في وسطينة برضو يا بنتي عشان ما متطمينين عليك اهو يا بابا يعني هو عايز يبتدي من الاول وانا مش مش عايز يعني اعترض من اولها كده قلت له طيب يعني مش مشكلة ماشي يا بنتي ماشي اللي ريحك حايت تعمليه ايه بقى لك شهر قاعد في البيت هو انت قلت له هرجع وهشتغل وهقف وهساعد وهبتدي من جديد والكلام ده كله ماخدش معك زر شهر هو انت ايه شايفك بقى لك شهر قاعد في البيت هنجيب مصاريف منين وهنجيب منين ولا هنجيب مصاريف عيالنا منين ونعمل لنا ايه يعني ما الفلوس اللي كان الناس عتنهالي عشان اشتغل بيها رجع وستحبوها والديون كانت علي زمان رجع التاني بقولك ايه انزل انت بقى اشتغل عشانا بصراحة ما معدتش قادر بقى وما معدتش هينفع انزل اشتغل وقف في محل بصراحة بريستيجي ما اسمحليش يعني بريستيجيك ما اسمحلكش انت تنزل انت تشتغل لكن عادي مراتك تنزل وتتمرمت وتشتغل تحت عادي ويه المشكلة يعني يا ست ده 90% من الستات بتشتغل تحت يعني اما يعني الستات كلها عادين في البيوت والرجالها بتشتغل عادي انت مكبرة الموضوع الايه اما سياتك هتقعد ايه في البيت تعمل ايه في البيت انا اللي هنزل اشتغل وانت هتفضل قاعد تعمل ايه يعني هاشتغل من على الموبايل هامل شغل بونس كده من على الموبايل وهو شغل بونس ده هيكفي مصاري في البيت المتخيل يعني اللي كم جنيه اللي هيطلعوا لك دول هما دول هيماش في البيت اما اللي عايزة ننزل اقف في تحت في محل واحد يقعد يقول لي شيء ده وحط ده وهو اقل من نفسي وغير نظرة الناس ليه وانا نازل في الشارع كده وعارفين ان اراح ادور على شغل والله ابقى اشتغل في الصابي في محل لا طبعا انت بتتكلمي ازاي ايه يا احمد هتنزل تدور على شغل هو انت ايه تابلت فعالك ولا ايه هو انا مش رأت مليون مرة معتش تكلميني في الموضوع ده انا لا هشتغل ولا هنزل ادور على شغل ولا هننيل على عيني في اي حاجة انا قويت انا باشتغل في البيت من الموبايل وخلاص خلاص با انا نازل نازل اتمشع شوية هلا لا ادور على شغل قال اقل من نفسي وافرج الناس علي تابلت فعالك ولا ايه حقيقي فعلا ياريتني سمعت كلام ام وابويا يوم مقلولي بلاش تغد الشخص ده وانا اللي اصريت وقلت لا ده شكله متمسك بيا وبيحبيني قوي وعايزني انا بعتلكوا قصة النهاردة عشان تاخدوا بس عبرة وعيزة وتتعلموا وتتعلموا ان اللي امكوا فعلا وبكوا يبقوا شايفينه هو ده الصح ما تعترضوش وتقولوا لا احنا عايزين وتفكروا بقلبكوا بس فعلا فعلا الام والاب يبقى ليهم نظرة صاقبة فعلا وعارفين الشخص ده هيبقى يقدر يتحمل مسئولية ولا لا انا اخطقت في اختيار الشخص اللي انا هكامل معاه بقيت حياتي بس كنت بصاله يعني ان هو يعني حاجة كبيرة وهيتحمل مسئولية وياريتني سمعت كلام ام وابويا يمكن كان دعكب من ربنا اللي انا عايشها ده دلوقتي عشان سبت خطيبي الاولاني وهو كانش فيه عيوب مش عارفة بس انا خفت بصراحة خفت عايش في الغربة وام وابويا يعني ببعاد عن بس انا كل غرض اللي لما بعتلكوا قصتي ان انتوا تنتبهوا وتخلي بالكوا وان فعلا المنطق وباباك يقولك عليه هو ده الصح وهو ده اللازم تعمليه لانهم ببقى اضرب بحياتك المستقبلية وبيبصوا للشخص ده مش بعين اللي هو خطيبك وبس لا بيبقوا بصنه كمان فيما بعد احنا بقى كبنات وصغيرين مش بنبقى قادرين نبص البص اللي هما بصنهالهم دي عشان كده بقولك اسمعي كلامهم لان هما فعلا بيبقوا عارفين اللي هيحصل بعد كده ايه وهل فعلا الشخص ده بيكون فعلا قد المسئولية ان هو يعني يقدر يفتح بيته ويكون اسرة ويقدر يتحمل مصاريف عياله ومصاريف بيته ولو الدنيا مال تقدر يقف تانه ويساعد ولا شخص اتكالي وعايز كل حاجة تتعامله فعلا بيبقى عندهما النظرة دي وانا لوقتنا الحالي منزه غيره انا برضو ست داخل على الستين ووقفه برضو بعافر ونفسه وصل عيالي لبر الامان وكل واحد فيهم ياخد الشهادة بتاعته ودي كانت قصتة النهارده اللي حبيتها اقولها لكم عشان تاخدوا بالكم وتفكروا برضو وتسمعوا كلام مامتكم باباكم في الشخص المتقدم ليكم وما تنسوش زي ما تعودنا انصال علامة في كومنت وكل واحد يقول ايه رأيه في التعليقات موسيقى